لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من عمان دام الكردي مراسلة الغد إذن دام حضر التجول ودأ في الأردن وأطلقت صفارات الإنذار كيف يبدو المشهد الآن في الشارع الأردني؟ نعم وقل بالفعل أطلقت صفارات الإنذار عند الساعة السابعة صباحا إذانا ببدء سرياني حضر التجول في المملكة الأردنية حتى إشعار آخر الشوارع خالية إلا من آليات الأمانة العامة وأمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية والتي تسهم في مساعدة المواطنين في حال الاحتياج إلى ذلك انتشرت شرطة السير في شوارع العاصمة عمان الجيش العربي على مداخل ومخارج مدن ومحافظات المملكة أعلنت الحكومة الأردنية بأن يوم الثلاثاء سيتم السماح للمواطنين وضمن آلية معينة بالتجول وضمن ساعات محددة كما طمأنت الحكومة من يحتاج إلى مساعدة طبية بإمكانه الاتصال على الدفاع المدني وستكون سيارات الإسعاف والكوادر الطبية في خدمتهم كما أيضا أكد الجيش العربي بأنه سيقوم بتلبية احتياجات المواطنين فلا داعي للهلع أو الذعر من فرض حظر التجول كما ذكرت الشوارع خالية ولكن هذا يعني بأن المواطنون التزموا بقرار وبأمر الدفاع رقم اثنين للعام 2020 والقاضي بحظر التجول من الساعة السابعة صباحا يوم السبت الواحد والعشرين من مارس وحتى إشعار آخر حفاظا على صحتهم ومن أجل المحاولة والحيلولة دون انتشار فيروس كورونا نحن نقف أمام وزارة الإدارة المحلية هذه الإدارة التي تتبع لها بلديات المدن والمحافظات والقرى من أجل أخذ التعليمات فيما يتعلق بكيفية المحافظة وكيفية تلبية احتياجات المواطنين ومن جهة ثانية أحد الفنادق الحجر الصحي التي يتواجد بها الأردنيون ويتواجد أيضا الكوادر الطبية من أجل إجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من عدم إصابة أي منهم إذن المشهد لأول مرة يحصل في الأردن هذا حظر التجول إلا أنه استقبله الأردنيون بترحاب خاصة أن كان هناك بعض المطالبات بفرض حظر التجول من أجل المحافظة على صحة المواطن الأردني وأيضا الحيلولة دون انتشار الفيروس في الأردن شكرا جزيلا لك داما الكردي مراسلة الغد كنت معنا من عمانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر